عنده خطأ عنده خطأ في أداء تمرينه وخسر بينه وبين الكوبي سبع عشار يعني مو شوية سبع عشار يعني أهو أقل من بالأمية المفروض الفرق بينهم ولكن خطأ عنده في التمرين أدى إلى ابتعادة فالحين محسومة تقريبا يعني هي الأول والثاني أما الحين شوف الكرواتي هل يزيحهم أم يعني يسوي خطأ بس العادة كرواتي ما يسوي خطأ يعني لأن دائما متمكن من أداءه وصعوباته طبيعية مهيل لمثل زوندرلاند اللي هي حركات العالية جدا حركاته حلوة جميلة شوف التمكن وايد جملة قوية وحلوة وبسيطة ومعقدة حتى الإحرافات طبيعية ما فيها خصومات اللي قد تأثر على نتيجة النهائية حين بقى على الفنش ثبت ثبت فالحين نشوف إحنا بأن الياباني طبعا ضمن لمدالية الكوبوي ضمن لمدالية ونشوف إذا الكرواتي يبعد الياباني أم أن يعني يطلع الثاني بعد الياباني طبعا نحن في انتظار النتيجة نتيجة المشاركة الأخير في النهائية الختامي لجولة الدوحة جهاز العقلة الكرواتي سيربيت جتين ماذا سيفعل هل سيزيح الياباني هيديتاكا مياتشي من الرقادة أم أنه سينال الفضية مكان الكوبي أو البرونزية نحن بانتظار الإعلان عن نتيجة الكرواتي سيربيتش الذي اكتفى بالمرتبة الرابعة في جهاز العقلة هنا في العاصمة القطرية الدوحة خلال بطولة العالم الدوحة 2018 التي أقيمت شهر نوفمبر الأخير لكنه كان بطلا للعالم لجهاز العقلة في موريال الكندية عام 2017 تين سيربيتش هو صاحب الذهابية 14.4 بدرجة صعوبة أو ديسكور بلغت 6.10 إذن الكرواتي يستفيد من أخطاء الهولندي إبكي زوندرلاند في نهائي العقلة الميدالية الفضية والمركز الثاني لليابان عبر هيدي تاكا والمركز الثالث للكوبية المفاجأة في هذا النهائي والذي بالطبع استفاد من تعثر الهولندي زوندرلاند وكذلك الصيني شوديه دنگر